وصلت دفعة جديدة من المواطنين المصريين من السودان إلى مطار شرق القاهرة بعد أن نجحت سلطات المصرية في إجلائهم ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي هذا وقد أعلنت توزرة الخارجية أنه تم إجلاء 446 مواطنا بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي وذلك بالتنصيق مع السلطات السودانية ليصل بهذا عدد من تم إجلائهم حتى الآن 1539 مواطنا